كشفت وسائل أعلام عبرية على لسان دبلوماسي مصري عن مبادرة سلام مصرية تتكون في إطار الصفقة التاريخية التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية والتي تقضي بالتوصل لمفاوضة بين الفلسطينيين والاحتلال عقب الانتهاء من ملف المصالحة الفلسطينية تبدأ بمؤتمر دولي في واشنطن تحضره السعودية والأردن أيضا تفاصيل أوفا في هذا التقرير مبادرة سلام تعمل مصر على صياغتها من أجل الدفع بعملية السلام وتأتي في ظل الصفقة التاريخية التي تقود الولايات المتحدة العمل عليها وتتوسط فيها مصر وتشكل بنسبة لها أهمية كبرى نحو عودة دورها المحوري في المنطقة في ظل نجاحها في التوصل لاتفاق مصالحة فلسطيني بين حماس وفتح خلال الفترة الماضية والتي تعمل على متابعة تنفيذ بنود اتفاقها خلال الأيام القادمة هي أبرز ما ذكره الإعلام العبري الذي اهتم بشكل مكثف بدور مصر الكبير في إنهاء الانقسام على لسان دبلوماسي مصري في تل أبيب المصالح الفلسطيني في نهاية الأمر ستكون يبدو أنها مقدمة لمرحلة جديدة أو أنها تصب في خدمة مصلحة الإقليم كله أو تصب في مصلحة ترتيب الإقليم من خلال تحالفاته وبالتالي لا أعتقد أن مصر تتحرك وحدها أعتقد أنها تأخذ موافقات ضمنية تأخذ صمت على الأقل وأنه أيضا هي ضامنة ضامنة لما يحدث أيضا مبادرة السلام المصرية التي يدور الحديث عنها تشمل خطوات عدة أولها إعلان الجامعة العربية عن استعدادها للتدخل في عملية السلام على أساس مبادرة السلام العربية في العام 2002 ومن ثم اعتراف الدول العربية باتفاق المصالحة ومن ثم تعلن مصر عن خطوة اعتبارها الضفة الغربية وشرقية القدس وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة أما الخطوة الرابعة فهي دعوة الولايات المتحدة لمؤتمر في واشنطن يهدف لدفع بحل الدولتين ومحاربة الإسلام المتطرف تشارك فيه الأردن والسعودية أيضا مستندة على مبادرة السلام العربية وعلى إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته التي كانت إلى الرياض ومن هنا تأتي الرؤية الأمريكية لتقوية حلفائها وبتقدير مصر والسعودي هم حلفاء استراتيجيين ومن هنا تعطى المبادرة وتعطى الإيجابية لمصر في صياغة هذه المبادرة إنجاز التعبير تسميتها مبادرة في إطار الرؤية الأمريكية لتسوية تخص القضية الفلسطينية في إطار تسوية إقليمية شاملة تعالج كل القضايا الخلافية في مصر عملية التسوية ولهذا السبب المصريون يحتاجون إلى دور إقليمي فاعل ومؤثر في إعلان جديد باستعادة مصر لدورها وحيويتها المؤتمر سيطلب استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في القاهرة على أساس حل الدولتين وفق العام 67 والمفاوضات تديرها منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أبو مازن وليست حكومة المصالحة ويتم خلالها وقف كامل للبناء في المستوطنات من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا